السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع جمعت لكم أهم الأنباء اللي تم تداولها في وسائل الإعلام الألمانية بالساعات الأخيرة ليس فقط هذا اليوم وإنما بالساعات الأخيرة لأنني أعمل فيديو هين باليوم فحتى تبقون على اطلاع بكل ما يحصل بهذا البلد أول شي رح نتكلم به هو الإصابات اللي نوعا ما مرتفعة باليومين الأخيرين اليوم تم تسجيل 4640 إصابة الزيبن تاقي إنسيدنس مستقر عند 34.1 الوفيات 166 هذه اليومين حصل ارتفاع بسيط بالإصابات هذا الارتفاع يعتبر ارتفاع بالمقارنة مع الأسبوع الماضي والسبب هو تحسن الطقص خروج الناس بكثرة يعني إلى التسوق وكثير من القيود تم إلغاءها فهو ارتفاع بسيط لا يدعو للقلق الموضوع اللي نتكلم به الآن مهم جدا جدا لأن كل الإعلام الألماني ركز عليه باليومين الماضيين اللي هو بخصوص المستشار الألماني السابق المستشار الألماني السابق عنده كوارث طبيعية عامل الرجل مخرب عوائل كثيرة مفرق عوائل عن بعضهم مفرق زوج عن زوجته كثير من الرجال والنساء تطلقوا بسبب هذا الرجل ووصلت الأمور حتى أنه طلاق زوجين في كوريا بسببه طبعا أصدقائي المستشار الألماني السابق السيد قهات شغودا اللي هو المستشار السابق اللي كان قبل أنجلا ميركل اللي هو حكم ألمانيا من 1998 حتى 2004 بعد ما استلمت المستشار أنجلا ميركل هذا المستشار يعرف بإصلاحاته الاقتصادية الكبيرة ويعرف أيضا بزيجاته المتعددة يعني هو كان تزوج عدد كثير من النساء وحاول أنه يعني يعمل مثل ما عمل السيد الحاج متولي فأطلقت عليه مجلة منازاخة لقب سيد الخواتم في ألمانيا المستشار الأسبق قهات شغودا اللي هو هاي صورته فبعد زواجه للمرة الخامسة بخبيرة اقتصادية من دولة كوريا هذا المستشار لما تزوج من السيد الكوريا اللي هي السيدة كيم اسمها من دولة كوريا الجنوبية سبب تعاسة كبيرة وحالات اكتئاب لزوجها السابق هاي المرأة الكورية نعم كانت متزوجة وعدها رجل اللي هو كان يعني طبيب أخ الصائب التجميل اللي بسبب قهات شغودا المستشار الألماني السابق اللي إعلام الألماني ركز عليه بأنه هو لما خلص من المستشارية راح يسافر بدول العالم ويزوج ويطلق فأصدقائي الطبيب اللي هو زوج سيدة كيم السابق اللي هو أيضا اسمه السيد كيم الدكتور كيم ذهب إلى المحكمة الإدارية في سيول ورفع دعوة قضائية على المستشار الحالي قهات شغودا وسبب هذه الدعوة القضائية هو أنه المستشار الألماني تسبب بتدمير زواجه وتفليش عائلته وتسبب له بآلام نفسية كبيرة طبعا وفق صحيفة بلد الإخبارية فإن جراح التجميل ذهب إلى محكمة سيول ورفع هذه الدعوة ضد المستشار السابق شغودا وقال أنه خراب زواجنا كان بسبب عمل شغودا المستشار الرلماني السابق لعلاقة غرامية مع السيدة كيم اللي هي زوجة الطبيب هم بعدهم أطفال والعلاقة الغرامية تم إجراءها من قبل يعني أنا توقعت العتاوة موجودين فقط ببلادنا ولكن يعني السيد شغودا أقام علاقة مع هذه السيدة اللي هي متزوجة فاللي صار تدمرت العائلة والسيدة كيم وعدت زوجها بأنه فور أن تتطلق منه سوف تنهي علاقتها بالمستشار شغودا ولكن لم تنهي علاقة وحاليا يعني موجودة في ألمانيا الآن المحكمة الإدارية العليا في كوريا في سيؤول يعني جبرت أو أرفعت دعوة قضائية على السيد شغودا بدفع مبلغ 22 ألف يورو غرامة لتعويض انكسار قلب السيد الجراح كيم لأنه تفتت علاقة مع زوجته وطبعا يعني أصدقائي هذا كان مجمل القصة ويذكر أن السيدة سو يون اللي هي كيم سو يون زوجة السيد شغودا الآن تقيم بألمانيا وتذهب للبكراء كل يوم صباحا وتشتري الخبز وتشتري الكرتوفل من متجر ريفي أصدقائي الخبر الآخر هو الشرطة الألمانية في هامبورغ في أحد الدوريات الاعتيادية على الأوتوبان عفوا مو في هامبورغ في هانوفر فحصلت شكوك كبيرة بخصوص أحد السيارات المسرعة يعني على الأوتوبان كانت سيارة مسرعة بشكل مبالغ بي السيارة كان نوعها بيم في أو بيم دابليو وكان السائق مسرع بوقت يعني وقت غروب الشمس الساعة التسعة وربع تسعة وخمسة عشر دقيقة فاللي صار الشرطة شكوه بأمره يعني قالوا أكيد هذا عنده فتشي يعني كسر حدود السرعة اللي كانت موجودة باك جزء من الأوتوبان فيعني تم تجاري خلفه وإشعاره وإيقافه وعمل تفتيش روتيني ضابط الشرطة اللي ذهب لكي يعني يسأل السائق السيارة انصدم وسبب الصدمة هو أنه شم ريحة عطور نسائية من السيارة البي ام في والعطور النسائية كانت يعني فواحة وعلى بعد مسافة بعيدة من السيارة البي ام في اللي سوقها رجل عمره 48 عام شكله يعني بعيد عنه أنه يكون يحط عطور نسائية فما هو الذي حصل اللي حصل فتشوا السيارة واكتشفوا كمية من العطور النسائية الأصلية قيمتها 11700 يورو يعني 11700 يورو كمية العطور النسائية الموجودة بالسيارة فاللي صار الرجال أول شي اكتشفوا أنه إجازة سياقته مضروبة ربما يكون جاي من الخارج وعمل لفد مشكلة واكتشفوا أنه يعني هذه العطور قد تكون مسروقة من أحد المتاجر في ألمانيا ويجري تهريبها إلى جهة مجهولة المهمة أصدقائي تم ضبط العطور اللي قيمتها 11700 يورو وتم إداع الرجل بالسجن وهو حاليا بالسجن وبجسده عطور نسائي فتخيلوا كم هو موقفه حيكون صعب أصدقائي نجي للخبر الآخر اللي هو خبر خاص بالنساء ويهم النساء فقط مشكلة يعاني منها النساء في ألمانيا بدأت تطفو على السطح بالفترة الأخيرة في عام 2021 بشكل أكبر من السابق أظهر استطلاع للرأي مشكلة قديمة متجذرة وهي عدم تبوء النساء لمراكز قيادية وانخفاض رغبتهم بالحصول على مراكز قيادية بسبب التمييز العنصري نعم الدراسة تقول هناك تمييز عنصري في ألمانيا حسب استطلاع نشر مع عدسيفي لقياس مؤشرات الرأي في شباط 2019 في فبرو 2019 استطلعوا أراء خمسة آلاف أمرأة موظفة ثلث النساء يتمنينا الحصول على منصب مهم بالعمل ثلثهم يتمنون يحصلون على منصب مهم بالعمل أما الآن فهي النسبة أقل من الربع اللي يتمنون يحصلون على منصب مهم بالعمل تراجعت الثقة بأنهم سوف يصلنا إلى منصب مرموق في 2019 كانت النسبة 33.5% في 2020 36.5% أما أصدقائي يعني الآن في عام 2021 خفضت النسبة إلى 30% يمكن السبب أنه في 2020 ارتفعت النسبة لأنه يعني المستشارة أنجل أميركل كانت بقمة قوتها لما يعني قررت إجراءات معينة ضد كورونا وكانت هي البلد الوحيد اللي أقل تأثرا بكورونا يعني هي بداية 2020 أصدقائي الاستطلاع أيضا شمل الرجال تراجعت رغبتهم بتولي مناصب قيادية ولكن التراجع ضعيف في عام 2019 النسبة كانت 42% الآن النسبة هي يعني في 2021 36% النساء في ألمانيا اعتقدنا أن السبب وهذا حسب مبادرة جمعية عمل القيادات أن الشركات التي يعملن بها النساء في ألمانيا لا تعمل بالقدر الكافي من أجل تحقيق التنوع وجاءت آخر الاستطلاعات تظهر أن أكثر من نصف النساء يشعرن بأنهن لا يعاملن أو لا يتم معاملتهم معاملة عادلة هذه كلها من ناحية من ناحية أخرى شوفوا هذه الصورة أصدقائي طبعا أم الأزرق هي المستشارة أنجل أميركل وأم الأسود هي كرام كاغين باوا وزيرة الدفاع الألمانية يعني أم القوة أم الدفاع والبنس السيدة المبتسمة هي أوزولا فونديرلاين حاليا هي رئيسة المفوضية الأوروبية يعني رئيسة الاتحاد الأوروبي بإنصحها القول وفي نفس الوقت هي كانت وزيرة الدفاع السابقة هذا كان رأي ورأي آخر أصدقائي نجي للموضوع الأخير الموضوع الأخير هو راح تشوفون خبر بالصحف الألمانية اللي هو عنوانه الأموال تتطاير بشوارع برلين هذا الأمر هو حقيقة وليس إشاعة لأنه في برلين فجر مجهولون أحد أجهز تصراف الآلي في بانك بوستبانك في برلين صباح يوم أمس نتيجة الانفجار تطايرت الأموال بشكل كبير بكل مكان قرب المصرف ببرلين وحسب قول شهود العيان فإن الأموال تم مشاهدتها على بعد عشرات الأنتار من المبنى وبقت الأموال تتطاير بالشارع الذي يقع فيه البوستبانك لفترة طويلة بعد الانفجار السبب هو أنه الانفجار كان قوي جدا جدا الشرطة ببرلين من ناحية أخرى تقول أن الانفجار تم سماعة على مسافات بعيدة حوالي ساعة ثلاثة وثلث صباحا يعني ثلاثة وعشرين دقيقة صباحا وأحد شهود العيانة اللي يسكن بقرب البنك قال أنه بعد الانفجار تم مشاهدة لصوص ملثمين يحملون قاسات كبيرة تحمل النقود ووضعوها بسياراتهم وهربوا بأقصى سرعة ممكنة قبل وصول الشرطة حاليا أصدقائي النصوص هاربين وحملوا قاسات كبيرة معهم وليس ذلك هو كل شيء بل بعد هروبهم تركب أموال كثيرة بالشوارع يعني فئات المائة يورو وفئات الخمسين يورو ومثل ما تشوفون هاي بعض الصور للأموال موجودة بالشارع بعض الأموال موجودة بين الحطام فكم هي المبالغ اللي حصلوا عليها هذا أمر ما حد يعرف به بالوقت الحالي وفور راح يتم نشر المعلومات أكيد راح أخبركم بيها بأحد الفيديوهات أصدقائي وصلنا للنهاية شاء الله تكونوا استفادئتوا وأخذتوا فكرة عن ما يجري في ألمانيا إذا تحبون تتابعون فيديوهات أكثر اتأكدوا أنكم مفعلين الجرس بالقناة ومشتركين حتى تشوفون كل الإشعارات تحياتي لكم رب يحفظكم مع السلامة